ما بتسمع شو عم بحكي ما بتعرف تحكي معي هي أكتر المشاكل بالعلاقات الذوجية العملية الاجتماعية وحتى أكبر مشكلة بالتعارف مع اتنين اليوم رح نحكي عن أهمية الكلمة صدقوني مش تقاموا الفيديو بس لأنه كل نقطة بتلاحظوا بالحياة إنه نقطة عم نعيشها نحنا كل يوم في أشخاص عم نبعد عنهم ليه وفي أشخاص ننطر وجودهم منحب نتعرف عليهم إن كان بنت ولا شاب بغض نظر عن كتير أمور بدي أقلكن شي عجبني كتير شو بيقول الأديب عبد الرحمن الشرقاوي أتدري ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في الكلمة ودخول النار على الكلمة والكلمة نور وبعض الكلمات كبور بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري الكلمة فرقان بين نبي وبغي الدراسات بتقول الأشخاص مش كل العالم تبوا عم بحكيه إنه يوجولي الأشخاص اللي ما وصلوا لأنه كلمة بتسبب جروح حقيقية بالدماغ وهيدي علم مش أنا يعني كل الأبحاث كل البسيكولوج كل علماء النفس بيقولوا بتسبب عطل بالتفكير ألام أحباط بيتحول الشخص إلى شخص غير منتج وكتير ثنائيات افترقوا من هيدا الأمر وهيدا بترجع للتربية لما باعتذر كلنا منقول لأولادنا أم منسميهم بأسامي حيوانات أنت باعتذر حمار ما بيطلع منك شي ابن خالتك أحسن منك خيك أشطر هيداك ما بعرف شو هيدول كلهم صدقوني فوتوا وشوفوا قدي الأبحاث بتقول إنه هالشي أثر على أشخاص خليني كمل الكلمة قدي مهمة أنا معيك قول جمال خارجي المستوى العلمي ما بيقدي لحفاظ على شعورنا ليش؟ لأنه جمال خارجي بيصير المشاعر كتير وبيصير مشاعر كتير قوية صدقوني مع كل رجال أم النساء بس هو مثل الرغوة مع الوقت بدوب إذا كان سحر الكلمة ليدعم الجمال ما بيبقى أهلاً وصهلاً فيكن نحنا بالصيف بس قعد كتير وبرد أنا كتير بتشكر كل اللي عملوا سبسكرايب وكل اللي رح يشتركوا معي بهالقناة أنا ما بدي أعلمكن إذا بتلحقوا الشاب ولا الشاب بيلحقكن ولا لأ ما نتعلم نحكي ما نتعلم إنه فينا نغير بالحياة تصدقوني كلنا كل يوم نتطور أول نقطة بتبعد الأشخاص عن الناس اللي منحب نتسمى عليهم هي احترام الآخرين هو شرط أساسي رح تقولولي دايماً بالإتيكات بنحكي مين هو؟ الشخص اللي بيثارثر الثارثار الناس بتبتعد عنه الثارثار اليوم عم بيخبرك عن ابن الجيران وعن إكس وإجراج ومعنى وبالشغل بس تبرم ظهرك حيخبر عنك والثارثار اللي بيحكي لا بس يحكي في ناس بتحكي كتير بس إلى مغذى كلماتهم إلى مغذى وفي ناس ما فيك تتسمى عليهم أكتر من دقيقتين ليش؟ لأنه لابيتسمعوا عليك ولا بيعرفوا شو سألته ولا بدهم يعرفوا بس بدهم يحكوا هيدا الناس بتبتعد عنه تاني نقطة وكتير كتير وبترجيكم تقولولي بالتعليقات إذا هالشي بتعانوا منه أم فينا نجرب نحله أنا متأكدة إنه الإنسان اللي بده يتطور فيه حله المتقبر المغرور المبالغ رح أعطيكم أنا إجزامبلز رح أعطيكم أمثال شو فارقة معي اليوم إذا أنا جيت قعد إنتو شو فارقة معكم باعتذر شو فارقة معكم إنتو اليوم إذا جيت أنا قلت لكم لما تخرج ابني جبت له غالكس ولا جبت له سيارة واو كلفتني ما بعرف قدي ولا عندي بيت هون وبيت هون وبيت ما بعرف وين وأخدت بيت بيكانوي أنا ما حايخد شي من مصرياتك الله يهنيك فيهم أنا حتى مش إشعتهم يعني ما بيهمني بصراحة بس بيفرح إنو هيدول إلك لو معك مصاري مش حتعطيني إياهن والمبالغ قال لي كل ما بيحكي عن شغلي بيعطيك سعره وبيقلك قدي كلفت ولو من أختي ما قدرت جبتها ولو من خيي ما قدرت عملته ولو أنا جوزي هيدول كلهم ما بيهمونا صدقوني هو الأشخاص بنبعد عنه ما بالنسبة لقلنا ما بيعرفوا يحكوا ما بيعرفوا إيه متل كلمة وأسوأ الأمور هيد النقطة بالذات هي الحكم على الأشخاص وهون بترجيكم تعطوني لحظة لأنه ممكن بعض الأشخاص اللي سامعيني عم بحكي وهدته مرات إن كان على التيفي ولا على اليوتيوب منحكي عن فورست امبراشن ليه منعلم تلميذنا الفورست امبراشن أول طلي طبعا مش لأنه نحنا مقتنعين إنه هي المزبوطة لأنه ممكن تكون مش حقيقية بس يعني للأسف العالم بيشوف أول نظرة عنا يعني بتفوت مثلا عم بعطي مثل لمقابلة عمل بيشوفوك مبهدل ريحتك مش حلوة منك مهتم بشعرك ولا ضغري بياخدوا امبراشن عنك إنه أنت مش منيح ما بيعرفوا شو فيه ورا هالأمور يا ما في ناس ما وصلوا لأنه فورست امبراشن تابعن ما كانت زابطة بس أنا بدي أقول شغلي بنشتغل عليها بس مش هي الحقيقية في ناس بتاخد فكرة هيك بسرعة البرق هيك لأ زاكي قوي بصراح لأ فطين نبيه شو لقيم شو سئيل شو ما بينطاق بس يتعرفوا عليه بلا أولا ولا سئيل وبينطاق وبيضلوا قاعدين جنبه سو بليز ما تعطوا أحكام سريعة هيدا اشترى سيارة لمرته من وين معهم ما صاري تيشتري سيارة هالقاد حلوة لمر دامته أكيد مساحبة لا لا بترجاكن ما تحكموا على الأشخاص في الأشخاص ما بعرف إذا تالت ولا رابع نقطة مش عارفي بس قال لي شككين وقال لي سلبيين بيشكوا بكل شي بيكمبلين بكل شي يعني ما في شي عجبهم أبدا حتى لو مش إرادتهم إرادة ربنا يعني التقص إذا شمست الدني شمست وإذا سقعت الدني سقعت وإذا شتت الدني شتت يعني عطول نا 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 ما بعرف ليش وفي ناس شو ما عملتلهم ما بيكتفوا ولكن التقص ما بيشوفوا حلو الجبل ما بيشوفوا حلو المدينة الأشخاص ما بيسألوا أنا بقشع أنا بسمع إرادة إرادة مش مننا من إرادة ربنا بقى ما علي إذا ما كنا مشككين وما كنا وهون قبل ما انتقل للحسنات اللي هني نقطتين صدقوني مش أكتر بس فيه كذاب هون بدي اعتذر من بعض الأشخاص لأنه الكذب فيه إلو وجهتين فيه إكذب لما أزعج الآخرين فيه إكذب لما أجرح الآخرين فيه أنا وصغيري إكذب لأنه خوفي من أهلي بس مهم مصير كذاب أعرف إنه الكذب بالحياة ممكن أنا أكذب أسرق إنه بقول أنا ما عملت هون بدنا نعرف نفرق الأشخاص يعني قدي لاي الشخص اللي بيلتقى فيي لو أنا اليوم ماني عجبته ضعفاني نصحاني مش ضروري يقلي بترجاكم مع لي ما يعطيني رأيه حتى إذا سألته أنا نصحاني يقلي والله رايحلك لوشك بس يمكن لصحتك إذا بتعملي شوي مش ضروري يلتقى فيي دغري يقلي شو بك ليش هيك كبراني معرفتك لا لا مش ضروري أبدا أبدا أما يكذب علي كمان مش مسموح لأنه اللي بيكذب بدي أعرف فرق الأشخاص وهون بدي يروح للنقطين اللي كل الناس بتحبهم هني الصفات الصفات طبع الناس اللي بتحب تتعرف على الآخرين اللي بتحب تبقى بعلاقات حتى الزوجية لو شو ما صار بيناتهم بتضل تقول أنا ما رح أخرب بيتي لأنه عنده هالصفة لأنه هيدا شخص محبوب بالمجتمع ليه لأنه صريح لأنه ما بيكذب لأنه بيعرف قيمة للإشيا وهو شخص واضح واضح مختصر حكيه قليل بيعرف يسمع ليه هولي تأكدوا أنه ما في ولا مرة بتترك رجال هيك ولا رجال بيترك مرة هيك وتاني شي وهيدا أهم شي وصدقوني هالقلب صغير هالقد بيقدر يحب كل الدني هو الحب يعني الشخص المحب بيعرف قيمة الأشياء ما بيتدمر ما بيتكبر بيتقبل كل الأشياء اللي عم بتحصل لإله بحب بيشكر ربه كل دقيقة الفلوس مهمة بس أنا ما عم بقول منا مهمة بس منا كل شي وبيتمنى الخير لكل الناس ما حطول بقى عليكم بعتذر إذا الفيديو طويل بس صدقوني هاي دي الحقيقة الكلمة لو تعتبر إذا بدي أصمع بين لغة الجسد وبين السمع وبين الطايبس اللي رح نحكي فيه طردون رح نحكي فيه بالحياة يعني نوعية الكلام كيف بسمعوا أنا رح نحكي فيهن فيه أمور بيخلوا الكلمة للآخر بس صدقوني الكلمة بتعلق بذهن الإنسان من شخص بحبه من أمه من بيه من ضوجه من حبيبه ننتبه على الكلام أنا بشكركم وبشكر كل اللي اشتركوا معي بالقناة وقاللي بيعملوا لايك وقاللي بيعملوا شير وقاللي بيعملوا سبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة